السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإخوان والأخوات الكرام مرحبا بكم في حلقة جديدة من الأخبار إيطاليا في الفقرة الأولى سأتكلم عن القنصري في المدينة بولونيا لذلك أحد المبادرة جميلة ويكون الأبواب ديالها مفتوحين يوم السبت 11 شهر 6 باشتيري والوثائق ديالكم اللي موجودة أشوف الفقرة الأولى فيها عدة دقيقة سأتكلم عن رانسي والحزب دياله إيطاليا فيفا ليعلن على استفتاء لإلغاء الدخل ديال المواطنة الراديس ديالتشتا دينانسا وغنقول لكم أشنو قال عليه وكذلك أشنو قالوا الأحزاب السياسية الأخرى وأشنوية الماصير ديال الراديس ديالتشتا دينانسا في السنوات القادمة غن تكلموا كذلك على تقدم الروسي في جنوب أوكراينا من بعد أسابيع الخبراء الغربيين والمخابرات البريطانية كنت تكلم على الضعف ديال الجيش الروسي فهذا السمان اللي دازت كان واحد تقدم كبير وبزاف ديال المناطق والمدن قدر أنه يستول عليها وحاليا أراكينا واحد المدينة كبيرة اللي هي الصناعية في جنوب أوكراينا قربوا يسيطروا عليها وكين كلام على أنه الجيش الأوكراني غيقدر يخرج منها ويتراجع من ديك المدينة طيب يتحال غنشرحوا الأسباب وغنرجعوا كذلك على الخبر ديال الأخت مديحة اللي توفات في حادثة سير من بعد ما أنه ضربها إيطالي اليوم تمت تأذية صلاة الجنزة عليها والجثمان ديالها غادر التراب الإيطالي نحو المغرب الله يرحمها وغن تكلموا كذلك على أخبار ديال الجالية المغربية وصيراء اللي كان ما بين الجيران ما تخافوش هاد المرة ماشي ما بين جوش المغاربة ولكن هاد المرة ما بين مغربي وأفارقة من جنوب الصحراء والمؤسف هو أنه المغربي وخا كان عنده الحق تمطر دياله إلى المغرب غن تكلموا على هاد شي وعلى أخبار أخرى تخص المافيا ديال دروقة في شمال إيطاليا والغابات ديال ميلانو وطبيت الحال كذلك والحمد لله لدرجة الحرارة غادي تنزل غدا ورادي جا نزلس في بعض المناطق لأنه صراحة هاد الموجة ديال الحرارة اللي كانت جاية من إفريقيا راي يعني كانت واحد الحرارة اللي طالعة طالعة بزاف خصوصا اليوم وكيف مالعادة كنبغي نشكركم جزيلا شكر على الدعم ديالكم للقناة والناس اللي ممشتشاركاش يششاريكم وشبقوا توصلوا بالجديد إن شاء الله فهذا الفقرة وسريعا غني مشهور نشوف واحد الإعلان لنشراته القنصرية العامة للمملكة المغربية بمدينة بولونيا واللي كتعلن على الفتح الأبواب ديالها يوم السبت 11 شهر 6 ابتداء من الساعة العاشرة إلى غاية الساعة الثانية والنصف زوالا يعني من العاشرة الصباح للجو جونس باش تيريوا الوطائق ديالكم اللي موجودة كنت تكلموا على التيراج ديال باسبور إلى واجد كذلك سحب البطاقة الوطنية إلى واجدة وكذلك سحب الوطائق العدلية الجاهزة وبطبيعة حال هنا لكينا ملاحظة هامة يقتصر الأمر على سحب الوطائق الجاهزة فقط يعني اللي باقي ما خرج ليه عير بلا ما يمشي وحاجة خلال اللي هي مهمة هديرها مبادرة جد رائعة وخير مثال على المقولة ديال الإدارة في خدمة المواطنين نتمنى أنه قنصرية تانية تدير نفس المبادرة تفتح القنصليات والأبواب ديالها يوم السبت هك على الأقل العائلات يقدر ذاك الأب يبشي القنصليات نهار السبت بلا ما يضيعوا واحد النهار ديال الخدمة وبطبيعة الحال كنا نعود نذكر يقتصر الأمر عير على هات لسة الأشياء اللي ذكرنا في حين أنه اللي بغي يدفع وليعني مسائل أخرى رخصو ياخد الرون ديفو وهات الشرغة يكون نهار 11 فشهر السبت ديال نهار 11 فشهر السبت في هات الفقرة غاد ينتكلمو على دخل المواطنة لأنه رانسي اللي هو يا رئيس الحكومة السابق فهذه كل الفترة كان الرئيس ديال حزب ديموقراطي من بعد دير حزب دياله اللي حاليا اسمته إيطاليا فيفا عنده واحد الاقتراح اللي ابتداء من 15 فشهر السب يعني كنتكلمو على تقريبا من هنا يلجوج ديال الأسابيع الحزب دياله إيطاليا فيفا غير يبدأ يجمع في التوقيعات والإمضاءات ديال المواطني الإيطاليين باش يدير واحد الاستفتاء عام باش يمحي الراديس ديال تشيطة دينانسا دخل المواطنة القانون الإيطالي كيسمح لجميع الأحزاب السياسية أنها دير واحد الاستفتاء على واحد الموضوع يعني هو الشرط الواحد خاصة تجمع 500 ألف إمضاء مني كتوصل لنص مليون ديال الإمضاءات تتدال واحد اللجنة وواحد اللجنة كتتأكد من هذوك الإمضاءات في غالبية الأحيان وكيف ما كيوقع دائما واحد النسبة ما من 20 حتى 30 في المائة ما كتتقبلش ولذلك اللي كيبغي دير واحد الاستفتاء عام خاصه يجيب واحد العدد الكبير ديال الإمضاءات على الأقل واحد 800 ألف مليون باش هذوك الاستفتاء ديالو اللي بغي يقتارح يتقبل ومن بعد كدو زمن واحد اللجنة باش شوف هذوك الاستفتاء واجد دستوري ولا غير دستوري حيث مثلاً غدا غيفق واحد الحزب يقولك مثلاً هنا في إيطاليا رجعوا العقوبة ديال الإعدام طبيعي الحال هي تيضد القوالي الإيطالية وخيجمعوا حتى عشرة المليون وخيجمعوا يعني حتى عشرة المليون ديال الإمضاءات ذاك الاستفتاء ما غاديش الدار واللي ما عرف شنا هو الاستفتاء الإيطاليين يقروا وش يخليوا الدخل ديال المواطنة ولا يحيدوه طبيعي الحال اليمينيين ما بغنش هذا القانون يبقى ديال دخل المواطنة اليساريين بغينو ولكن اللي واقعي يا إخوان هو أنه رينسي راكان هو الرئيس والقائد ديال أكبر حزب يساري في إيطاليا اللي هو الحزب ديمقراطي ودار حزب آخر ديالو اللي كيقولوا عليه يساري بين قوسين ولكن مني كتقولي من الحيد الدخل ديال المواطنة وكتعنين الحرب على الفقراء أرى بطبيعي الحال ماشي يساري واليمينيين كتجورجا ميلوني وصالفيني بغن يحيدوه وكيقولوا عير غادي نطلعوا للحكم غادي نحيدوه في حين أنه حزب يميني اللي هو الحزب لسيلفي برلوسكوني هو يضد أنه يتحيد الراديسو ديال شتا ديالانسا وكيقولوا بلأنه من بعد الواباء والأزمة الاقتصادية اللي كينا حاليا والغالاء ديال الأسعار بقالي نحيدوه الراديسو ديال شتا ديالانسا ونحرم الفقراء من هاد الإعانة رانسي كيدير عير بروباغاندا ضد الفقراء بطبيعة الحالي كذلك جدد هاد الاقتراح ديال رانسي هو كذلك الحركة خمسة نجوم اللي هي اللي دارت هاد القانون الحركة خمسة نجوم قلت بلا أنه رانسي رأى واحد روبينهود بالعكس إلا كنتوا عاقلين عن الرسوم المتحركة ديال روبينهود هو واحد الشخصي اللي كان كيسراق الأغنياء ويوزع للفقراء لذلك رانسي بالنسبة لحركة خمسة نجوم رأى كيحيد الفقراء باش يعطيه الأغنياء وقالوا بلا أنهو البلاد واكلة العصام زيان وبعد السياسيين بحال رانسي كيفكروا باش أنه محيدو الراديسو ديال شتا ديالانسا بطبيعة حالي إخوان احتفت تعاليق اللي كانت في تويتر على هاد الاقتراح ديالو هاجموه الإيطاليين بو حد درجة كبيرة بزاف وبطبيعة حاليق الرانسي باش نكون واقعي ومن دير شأن البروباقاندا الكلام ديالو هو كالأتي هو قلب لأنهو خصن نحيدو الراديسو ديال شتا ديالانسا وباغن نحسنو فيما يخص شوق شغل للشباب في حين أنهو رئيس الحزب ديالو اللي هو ايتوري روزاتو قلب لأنه كان عطيه الفلوس بزاف ومع ذلك كين واحد العدد كبير ديال الفقراء وهذا الجملة راه صحيحة راه يعني الدخل مواطنة راهم يازلوا الفقراء بالنسبة هذا القانون ذي الاله Ng 10ة سنين وقال مع ذلك عدنا جمعةNO الفقراء عدنا جم bereits ذو الاشرائكة ومقره �öl الذين يشكلون وتزاد لابد خدمها في النوار لذلك ق lemazi هاق longtime وقد نصحونها التعود في الكتابة وليذلك أرankب متى يقولوا الحل ماشي اللي يأثم ولا اليسار بل الحل دائما كيكون في الوسط. طريقة اللي مكتوبها داخل المواطنة حاليا ماشي واحد القانون اللي مزيان. وربما كي حارب الفقر ولكن ما كيعونش الناس انها تخرج من الفقر. يعني انتم ما بتعونش دك سيكت قلب لي على خدمة وتقول لي سير خدم في الخدمة الفلال فلانية وغي يعتمد على راسه وغي يخرج من الفقر وهذاك الوقت سيكون فعله. داخل المواطنة واحد القانون للدار. اولا باش يحارب الفقر وكذلك يقلب على وحد الوظيفة للناس اللي قال سبل خدمة خدام فيما يخص الفقر ولكن فيما يخص الخدمة أراها ما خدامش وزيادة على هذا فيما يخص الأرقام ديال ليمبيس اللي كتعلن أنه إلى غاية أبريل 2022 الناس اللي استافذت من دخل المواطنة أراهم مليون مي وتسعين آلف يعني كنت تكلموا على شحال من شي كتصرف أما الناس اللي كتستافذ فعلياً رغم تقريباً يا إخوان شي جوش المليون ونص كنت تكلموا على جوش المليون وثلثمية آلف مواطن اللي هما يا إيطالي ميتين وثمين وثلاثين آلف مواطن اللي هو مهاجر من خارج الاتحاد الأوروبي وتسعين آلف مواطن اللي هو مهاجر ضو أصول أوروبية ولذلك كنت تكلموا يا إخوان على واحد الدخل اللي كيف ما غدا تشوفوا معايا هنا يا تقسيمة ديالو ممزياناش هاكبش تعرفوا بلأنه دخل المواطنة رها مخدمش ممزيان لأنه مثلا البروينشا ديالنابولي ببحدة وهذه رالأرقم Gigana 13 سنة 2022 شهرت لاتى اللي داز البروينشا ديالنابولي ببوحدة اخدات مية وخمسة المليون ديالهницы مية وخمسة المليون ديالamic الامورو البروينشا ببوحدة ديالنابولي ما كنت wires from theampoon يكفي gesund Arvoustill ilumstav 소리 20 second density من 107 million شمال bottles البروينشا ديالنابولي ببوحدة وشهد الناس في نابولي كلهم ما خدا منش لاي اخوانا راهم خدا منش ولا كراك يخدمه في النوار وكي ياخده داخل المواطن ولذلك كيف ما كن قول دائما هذا القانون الحمد لله اللي كين وكون ما كانش في المرحلة ديال الوباء ركن غادي كون مشكل ولكن يجب التحسين دياله رانسي ما عندوش الحق انه يحيدو وبطبيط حال ما غادي حييتش بواحد نسبة كبيرة ولابقى ليصار في الحكومة غادي بقى رادي سوديلتش تادي نانسا لانهو متخصى لي واحد الميزانية الى غاية سنة الفين وت تسعيد وعشرين ولكن الى طلع ليامين هذيك راه مسألة اخرى والماصير ديالدخل المواطن حتى شي واحد ما عارفه الى طلع ليامين للحكم فهذا الفقرة يا اخوانوا سريعا دقيقة غدي نتكلم على التقس لانهو ايطاليا حاليا كتواجه واحد الموجة ديال الحر اللي كي يجي من افريقيا حاليا غتجي موجة اللي هي مضادة ديال البرد اللي غتجي من الدول ديال شمال اوروبا والحمد لله را غدي تنزل الحرارة رغدة ان شاء الله يوم لأحد في عدة مناطق ايطاليا وغدي تصب الشاء وغيكون الرعد وفي بعض المناطق غيتحتلج لانهو كيف ما قلنا هاد الموجة ديال الحر والموجة ديال البرد غدي تخلطو وغدي تلاقاو وهاد شي اللي غي خلي انهو غدي تشكل امطار وكذلك راعد وبطبيعة الحال اللي كين هو انهو الوقاية المدنية ديال ايطاليا فيما يخص غدا اراها كين واحد الانضار اصفر ماشي انضار ليخي بزاف في ست مناطق اللي هي البيمونتي لومباردية ليميليا رومانيا التوسكانة لومبريا والكالابريا بطبيعة الحال يوم doing support PR 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 pu PR 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 PRание وغدي تلزل من الواقع كف ما تشوفو معي في الصباح تعلقى حذر الانب gradون يوماتية. yes! ومناطق جبلية مع سويسرا سيكون كذلك تلج يعني كنت تكلموا يا إخوان على مناطق اللي عالية وبطبيعة الحرارة ستنزل تقريبا بواحد العشر درجات وغادي شوية هذا الساد اللي كين حالين غادي شوية ديلة الراحة وفي الليل إن شاء الله ما غادي تكون للشلواله وغادي تكون يعني واحد لاريا فريسكا وزوينة الحمد لله اليوم يا إخوان تم تأذية صلاة الجنازة على الأخت مادحة الله يرحمه اللي كانت ضربته سيارة دي المواطن الإيطالي اللي كانت سكران بالليل ومن بعد ما أنه ضربها وقتلها ما توقفت حتى يعطيها الإغاثة وبطبيعة حالي إخوان هرب مني وقفه الشرطة الإيطالية تبين بلا أنه كان سكران بواحد درجة كبيرة بزاف وهو يعتار بلا أنه كان سكران وبطبيعة حالي وقع راكم عارفني إخوان الشرطة الإيطالية تلقاتوا وحاين راه هو متابع في صراح حر طالق كدير اللي يبغى وكون كان العكس يا إخوان مهاجر مغربي أو تونسي أو عربي أو مسلم كيضرب إيطالية في عز الشباب ديالها عندها 29 سنة كيقتلها وهو سكران كرة نضت لها الصحفة كاملة وكرة تكلم عليها كل شيء وطبيعة الحال كرة حاليا في السجن كيتكلموا على الخطر ديالهوروب دياله وعدة مسائل ولكن يا إخوان لها الله تسيدة صلوا عليها اليوم صلاة الجنازة في المدينة دي الفيرونا ومن بعد الجثمان ديالها غادر الأراضي الإيطالية نحو المغرب تما كتتسنى فيها العائلة ديالها باش تدفن الله يرحمها وبطبيعة الحال ما بشتش عرب بوحدة مشو معها الأصدقاء ديالها والناس اللي كتعرفها من غير أنه المكان ديال الحادث يا إخوان رأى بزاف ديال الناس اللي هماية مسيحيين غير مسلمين بشوتوا ما يوحطوا لها الورود وكيصر ليوا كيف ما كتشوفوا معايا هنا يا صلاوات ديالهم هما يترحوما عليها هدي عرم من باب الإنسانية ديالهم وصراحة كنت من نوع أنه القادة الإيطالي يأخذ المصار دياله الصحيح وصراحة لي إخوان هاد القادية كتشوف التعامل ديال الشرطة شابه بزاف بالتعامل ديال الشرطة الإيطالية في القادية ديال يونس اللي مات في مدينة فوغيرا وخاها لي كانت عمليات قتل وهذه عمليات دهس بالسيارة ولكن يا إخوان واحد اللي قتلوا سكران تخلي هي خرجي بشيل الدار دياله وما عنده حتشي مشكله ويخرج كيتفجج وربما يبشي حتلها بيسينو للبحر وهي الله يرحم مسكينة في عز العمر ديالها هاد الشرع لا يقبل فهذا الفقرة غنت تكلم على أخبار ديال الجالية وغنت تكلم على جوج ديال المطاردات ديال الشرطة الإيطالية وكذلك عراك أو الشيجار ما بين الجيران في مدينة بيروتجا واللي هو اللي غان بدو به هو الأول وبطبيعة حال غاي سلي بطريقة مأساوية للشاب المغربي لأنه واحد عيد ميلاد اللي كانوا كيحتافلوا بيه واحد الناس اللي هم تقريبا اللي كانوا حضر ليه ربعين شخص تقريبا هاد السيد اللي هو مغربي وعنده ثلاثين سنة يعني الناس كيتحتافل الموسيقى على الجهد لغوات والحركة بزاف المهم ديران جهدك الشي عايط للشرطة باش يعني تدير لهم حل وقبل ما توصل للشرطة كذلك مشا عندهم وتكلم معهم باش ينقصوا شوي الصوت ولكن غيتفاجئ بلا أنه غيجابوه بطريقة عنيفة ومن بعد غيوصلوا لي الديني إخوان ويعني غادي تنوضم بيناسهم غادي الشرطة غادي تفكهم وبطبيعة حل كنتكلموا على واحد العيد ميناد اللي مديراه واحد العائلة يعني جوج ديت الناس عائلة من الكود ديفوار وعائلة من القابون وتقريبا كنتكلموا على الناس اللي معروضين نراهم حوالي ربعين وكانت يعني بزال ديت الناس شاركوا في هذا العراق اللي كان لوقعت لي جات الشرطة حدات المسئوليات وعطت الدينونشا للربعات الناس اللي هاجموا على هاد المواطن المغربي كنتكلموا على ثلاثة المواطنين من الكود ديفوار عندهم جوج زيدا في 1998 واحد زيدا في 1980 ومواطنة قامبية اللي زيدا في 1999 في حين أنه والخيب هو أنه المواطن المغربي جاو يشوفو الققوب لأنه عنده يعني مطار دينو من إيطاليا ومازال هو يفتاليان وهو اللي معاية للشرطة الإيطالية ولذلك هزو يا إخوان ودوه للسلطات القذائية باش يتم الطرد ديالو في الأيام القادمة ولذلك غيتتم الطرد ديالو وفيما يخص بيروتجا راه من أسوأ المدن بيروتجا فيما يتعانده شي واحد اللي عنده الطرد يطبقو عليه وطبيعة الحال ما يتراحموش بخلاف مدن أخرى ليعني كتقدر أنها تطلق الإنسان ولكن إجماليا من خلال تجبع ديالو مدة سنوات فهد الأخبار اللي كتخص الجالية راه أكثر تقريبا من أكثر بروفينشات اللي كتردو فعليا الناس مشاعرك يتم ذاك الورقة ديال الطرد راهي مدينة بيروتجا زيادة على هذا فيما يخص إخوان مدينة سارونو مواطن مغربي قالص في المطور ديالو وهذيك القلسة اللي قالص يعني دخلت الشوكوك إلى الشرطة الإيطالية غير كبوف السيارة وغيتتموغادن عنده وهو بطبيعة حال غيشعل المطور ديالو غيجيب الدورة وغيهرب بطبيعة حال تبعوه وهو واحد لقيت مني عرفهم صافي قربوا لي بزاف غيوقف المطور وغاديتلاح في الواد يعني علاش باش يهرب قال اشنو غادي ندير غاديتلاح في الواد وغاديتلاح الجيهة الاخرى وبطبيعة حال هاكا غادي نكون هربت وفلت من القبضة ديال الشرطة الإيطالية إلا أنه لقى شرطة أخرى وصيارة أخرى اللي يسمي الإعلام ديالها بالراديو أراب لأنه كان واحد المواطن يعير خرجي إخوان القو عليه القبض وطبيعة حالي نراه متهم بأنه كان يسوق بدون بيرمي وكذلك التهمة ديال مقاومة رجال الشرطة وطبيعة حاليا حاليا حتى ذلك الموتور اللي كان عنده القوة طارقة دياله ماشي دياله دياله ديال موتور آخر والموتور اللي كان ركب عليه ما عندهش المطريكيل لذلك بغاوا يعرف الموتر منينجا ولذلك هاد المواطن حاليا ما عندهش خدمة ما عندهش دار يعني عدة مسائل وزادة بالهريب وضابة كذلك مشاكل قضائية في حين انه حاجة اخرى وهذا الشيء عن النيابة العام مقالت بأنه جاربية العمل هو انه واحد السيارة كانت غدا في الوطوروت الشرطة الايطالية توجه لها الامر باش انها تتوقف وفي بلص ما انهم يتوقفوا كثيرا ووهربوا الشرطة الايطالية بطبيعة حال تبعتهم هم يكثيروا كذلك في مقال الشرطة الايطالية بعد الميكات من السراجم وشوية غايب 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 خرجوا من الوطوروت الساعة غايضربوا في الحديد اللي فيها الوقت الي ستوقفوا خبري ذات الشرطة الايطالية انه الناس علي ميكتور السيارة لم ي MK środذ بخاطر ان تصفنا وما بقى بل لهم الآثار. من بعد غير يأخذوا البصامة اللي كان في السوارت وغير قادروا يتعرفوا على مواطن اللي كان سيقلي هو مواطن مغربي عنده عشرين سنة. وبطبيعة حال من بعد وعير بساعات قليلة مواطن إيطالي غير يدير دينونشا بسيارة دياله تسرقات وبطبيعة الحال حالي نراه متهم لأنه هذيك السيارة هو ما تسرقاتش منه وهو معتاد على هاتشي بل السيارة هو اللي اعطاها المواطنين المغاربة داروا بيهاك سيدا ولوقيت اللي طاحت فيه الشرطة مشادي كلا رب لأنه راتسرقات ليه ومني جاوي يشوفوا من عنده المعلومات الماكان اللي كانت فيه السيارة والزمان يعني الوقت وكل شي يعني المعلومات كانت مخارقة بزاف ولذلك راه داروا لي الدينونشا وحاليا متابع وكيف مكة تقول النيابة العامة كينن بزاف ديت الناس اللي هما إيطاليين اللي كيخدموا كبريستانومي كيسلف يعني السيارة ديالو الاسم ديالو ناس اللي هما من شمال إفريقيا اللي كيتاجروا في المخدرات وكيستعملوا السيارات ديالهم باش يخرجوا إلى الغابات اللي كان في المناطق ديال مدينة ميلانو تم كيتاجروا في المخدرات وكيبيعوا المخدرات ديالهم وكينسيستامتان اللي كيعتامدوا عليه كذلك الناس اللي كتبيع المخدرات هو انهم يعطيهم مخديرات فابور لبعد الزبناء ديالهم بشدهم يباتوا عندهم في المنزل والغد ليه يرجعوهم وهكاك تكون طريقة من بين الطرق باش هاد الناس اللي كتبيع المخديرات تسلك الى الغابة اللي كتبشي لها وكتخدم فيها حيث عندهم صعوبة فهاد الامر وبطبيق الحل خصو يملقوا حلول ومن بين الحلول هاد شي اللي يتكلمون عليه دابا كياخدوا السيارة الايطالية اللي كيكونوا يعني خداما معامو كيخلصوا على هاد شي او انه الزبناء ديالهم كيعطيهم لا دروك فابور بالمقابل انهم يبشي ويباتوا عندهم وكذلك لغد ليه في الصباح رجعوهم على متن السيارات ديالهم فهذا الفقرة يا اخوان غنتكلموا على الجديد ديال الحرب الروسية في اوكراينا وصراحة منذ اسابيع وحنا كنسمعوا المخابرات البريطانية وكذلك خبراء غربيين كيتكلموا على الضحف ديال الجيش الروسي وبالله انه لاقي مشاكل ولكن فجأة في الاسبوع هذا اللي كندوزوا فيه حاليا كنتفاجئوا بلا انه الجيش الروسي كيتقدم بوحدة سرعة كبيرة بزاف في المناطق الجنوبية وبطبيعة الحال كيبدوا كذلك خبراء اللي كيبدوا يدرسوا اشنا وما اسباب الناجح ديال الجيش الروسي في الجنوب والتقدم دياله ماشي تقدم بوحدة سرعة كبيرة كيفما كيقولوا همايا ولكن على الاقل متغلب بزاف على الجيوش الاوكرانية اللي في المنطقة وفي المدينة ديال ديفيرو دونيسك كتفكر انها تراجع للوراء وتمشي الاماكن اللي تقدر تكون فيها العملية الدفاعية انجح بطبيعة الحال كنتكلموا على هاد المدينة اللي كتتواجد هنا بطبيعة الحال وهي منطقة لصناعية وكتعتبر من اكبر المدن في جنوب اوكراينا بطبيعة الحال تخلي على هاد المدينة اللي حاليا مطوقة من ثلاث مناطق دخل اليها صعب بالشاحنات او مستحيل ولكن بالسيارات كيبقى ممكن ولكن كيشكل خطر على الناس اللي قد تدخل لها بالسيارة ولذلك واحد مدينة اللي مطوقة الجيش الروسي بطبيعة الحال ارتاكب اخطاء وهاتشي باعتراف كذلك الكتيبة الشيشانية اللي كتتحارب مع الروسيين قالت بلا انهم في الاول كانت بعض الاخطاء ودبا حاليا مبقاوش والحرب اراها غادا كيف ما بغي نحنايا يعني كيف ما بغوا هما والروسيين ومنبيل اشياء اللي ناجحة فيها حاليا روسيا هو انه الاخطاء اللي كانت كترتاكب في الاول ومثلا عنع طوام مثال كانوا يعني الشاحنات ديالهم اللي كانوا بغوا يطوقوا مدينة كيف كان عندهم مشكل في المازوط ما كانش كيوصلهم يعني هذك المازوط من بلا روسيا يعني عدة مسائل اللي كانوا اللقين فيها مشكل ولذلك بعض المرات كانوا كذلك كيشكلوا قافلات ديال الشاحنات اللي كيكون يعني الطول ديالها 60 كيلومتر كيف ما شفنا في الاول واللي كان الجيش الاوكراني كيبشي قصدها او كيدربها بالصواريخ حاليا كيتفذوك ذوك القافلات ولذلك على حسب خباراء غربيين من بين الاشياء اللي خلات كذلك الجيش الروسي انه يتقدم هي الكتيبة ديال كاديروف واللي بطبيعة الحل كنتكلموا على الشيشانيين اللي بزف ديت ناس مؤخرا يعني كنتكلموا على الغربيين ربما كيستهزقوا بهم ولكن على حسب الاخصائيين برهنوا على الفعالية ديالهم لانه كانوا حاسمين في المناطق الجنوبية وكذلك الكتيبة ديال فانجر فانجر هي واحد الشركة ديال الامن الروسية يعني فيها اخوان جنود وفيها عسكر خاص يعني ما مكلفاش بهم الدولة هي شريكة والدولة الروسية كتعتمد عليها يعني فاش كانت الحرب في سوريا هادفانجر كانت في دمشق فاش كانت كذلك الحرب في ليبيا هادفانجر كانت كتدعم الجنيرال حافتر ولذلك اعتمدوا عليها كذلك في الحرب الاوكرانية وعندها جنود اللي هما يمدربين بطريقة كبيرة بزاف يعني حسن من الجنود الروسيين ولذلك راها مساعدة الروسيين وهذه بطبيعة الخطة التي تنهجها عدة دول في العالم حتى امريكا لديها شركات من هذا النوع سوف تقول ما هي الاستفادة بأنه تكون شركة ولا يكون الجيش لأنه لا يكون ذاك الجندي بالنفقة ديالهم وحتى الى مات لا تحسب من الضحايا الجيش الروسي يعني شركة التي كانت تخدمها معها وتوفات والناس الذين يكونوا خدمات الشركات يكونوا يتخلصهم جيدا يعني راك انتكلموا على جنود التي بشكل تحارب الريسك تطالع بزاف وحتى الخلصة تكون تطالع بزاف ولذلك من بين الأشياء اللي ساهمت في النجاح ديالهم كنت تكلموا على هاتجوج ديال كتائب وحدة ديال الشيشانيين وحدة ديال فانجر وكذلك اللي تكلموا علي سابقا لوجيستيك حالين كي يعتمدوا على واحد التران اللي كي يجي من المناطق ديال روسيا يعني المناطق الشرقية ديال روسيا وكيدخل المناطق الغربية ديال أوكراينا واللي هو يكيمدد الروسيين بجميع الأشياء اللي كيحتاجوها كذلك المازوطة ليسالس من أجل شاحنة ديالهم كبير بزف حل أوكراينا زيادة على هذا والكلام راتطرقنا لي سابقا الأوكرانيين كي طالبوا الدول وخصوصا أمريكا وهاتشيلي وعدتهم به بصواريخ طاويلة المدى باش أنهم بقدروا يقصفوا الجيش الروسي لأنه الخطة اللي كتنهجة روسيا حاليا هو أنه كتقصف من بعيد المناطق اللي بغا تهجب عنيهم مثلا هاد المدينة اللي كنتكلموا عليها حاليا اللي هي يا صيناعية بواحد درجة كبيرة بزف تم القصف ديالها بصواريخ على المدى الطاويل يعني من البعد قصفوها وحاليا المدينة راه تقريبها النصف مضمرة وطب يتحلم من بعدها كتدخلوا الفرق ديال الجنود اللي كتكون قريبها ولذلك راكين تغطية ديال الصواريخ كبيرة بزف الأوكرانيين بغن صواريخ أخرى باش يقدروا يجيبوا على هاد الجووش وعلى الأقل يقدروا يبعدوا الجيش الروسي من المناطق اللي كي هجم عليها الأمريكان وعدوهم باش أنهم معطيهم هاد الصواريخ ولكن الحدود الساعة راه كيف مشفنا هذي يومين أوكرانيين كيقولوا بلا أنه راه ماشي النوال من هذيك الوعود ديالكم وعطيونا الأسليحة صنورة الحرب غادي ستوصل عندكم حتى نتوماية وهات شريك شي قولود زيلا ياسكي منذ بداية الحرب يعني هذيك الجملة الشهيرة دياله أنه إحنا ما كندفعوش على الأوكراني ولكن كندفعو كذلك على أوروبا